السلام عليكم معكم عبدالرزاق عن اترا ومستشار في لاحيه بجهة سوس مسا اولا انا واشتلكم باركة جمعات التعاونية تتسألوا على الطريقة القانونية لفصل احد الاعضاء ديالها بطبيعة حال فالقانون الاساسي للتعاونية فهو تحدد يعني الشروط اللي خصت تكون في اي واحد بغاء انخارت في التعاونية انه كان هذا العضو فعنده واجبات كما انه عنده حقوق واي عضو يعني يخيل بالواجبات دياله تجاه التعاونية ويتمادى في الاخلال رغم تنبيه فتعرض رسو الطرد من طرف التعاونية باش اننا نحميوا دم اساسة ونضمنوا الاستمرار ديالها اذا بطبيعة حال فقرار ديال الفصل ديال اي عضو سيكون معلل مبني على واحد سبب فاول اجراء تقوم به المجلس الادارة وهو تنبيه العضو المخيل بالالتزامات دياله تجاه التعاونية بانه يخيل بالالتزامات دياله وانه مرهد العضو في النفس الممارسات التي تخيله يعني بواجباته والتزاماته ديال التعاونية فهنا يمكن المجلس الادارة تتأخذ قرار التوقيف تتأخذ قرار التوقيف ديال ذلك العضو على المعاملات دياله مع التعاونية يعني مثلا تنحبسه ان ناخده مثلا اسلاع دياله او تنحبسه ان تعمله معه وتبقاش تحضر الاجتماعات وتبقاش تحضر في النقاشات وهذا التوقيف يكون مؤلل كذلك نظرا لعدم تزام دياله بالنبيه الأولي وتترسل له كذلك عن طريق رسالة مضمونة في البارد في السكن دياله لماذا؟ ثم انبات هذا القرار دي التوقيف يعرضه على اقرب جمعية عامة والجمعية العامة هي اللي عنده قرار انتخاذ الفصل النهائي بوحد النصاب اغلبية ديال الثلاثة الاربع يعني ديال اغلبية ديال الجموع العامة غير العادية ستكون واحد الاغلبية يعني كبيرة باش اننا يكون هاد الفصل سنفعل بحلش ممكن نفصله مثلا او شي عضو مثلا شي عضو لما تقوم باي معاملات مع التعاونية ما عنده حتى شي معاملات هذا يخل بواجباته تجاه التعاونية شي عضو لتي نفس التعاونية اذا فهذا العضو يخل بواجباته تجاه التعاونية شي عضو اللي تروج اشاعات على التعاونية فهذا كذلك هذا عضو يخل بالتزاماته هذا ممكن مجموعة من المسائل ممكن تقدر التعاونية من طرف ذلك العضو التي تتأثر على السائل العديد وهنا يجب ان تدخل اول حاجة والمجلس الإداري واحد تنبيه ثم توقيف ثم تعرض الملف على الجمعية العامة ويجب ان يحضر المعنى بالامر في الجمعية العامة بشأنه يدافع على الرسول وتتبقى السلطة ديال الحضو ديال الجمع العام اما مصدقة على قرار الفصل او بإلغائه وتكون هذه المسترى القانونية ديال يعني فصل احد اعضاء التعاونية وشكرا